بسم الله الرحمن الرحيم درسنا اليوم عن تطور الحياة السياسية والتشريعية في عهد الإمارة وهو الدرس الأخير في وحدة عهد الإمارة هنحكي عن الحياة التشريعية وعن القانون الأساسي وعن المؤتمرات الوطنية وعن الأحزاب وتشكيلها ففي البداية هنحكي عن الحياة التشريعية كانت فكرة تأسيس مجلس تشريعي في إمارة الشرق الأردن تراود ذهن الأمير عبد الله بنان حسين منذ تأسيس الإمارة فبعد الاعتراف باستقلال شرق الأردن عام 1923 إذن تم الاعتراف باستقلال في شرق الأردن عام 1923 حيث أصدر الأمير عبد الله بن الحسين الإدارة الأميرية بالتأليف لجنة أهلية منتخبة من زعماء البلاد الوضع قانون الانتخاب للمجلس التشريعي برئاسة وكيل العدلية إبراهيم هاشم إذن مهم وكيل العدلية إبراهيم هاشم وعضو شخصين من كل واقع يعني 12 عضو مع إبراهيم هاشم 12 عضو استطاعت اللجنة وضع قانون انتخاب متكامل وقد صدرت الإدارة الأميرية بالموافقة عليها إلا أن الحكومة البريطانية أمرت بإيقافه طبعا نقدر هذا سؤال أعلل أنه أمرت الحكومة البريطانية بإيقاف قانون الانتخاب الذي أصدرته الإدارة الأميرية ليش؟ بحجة أنها ستساعد على إصدار قانون جديد للانتخاب القانون الأساسي لعام 1928 صدر القانون الأساسي في 19 نيسان عام 1928 يعني 19-4-1928 وألحق بنصوص المعاهدة الأردنية البريطانية طبعا فيه كان معاهدة أردنية بريطانية برضو في عام 1928 بس في البداية في شهر 2 في 22-1928 وافقت بريطانيا لشرق الأردن على تشكيل هذا المجلس التشتيعي ومنحته صلاحيات بس هاي الصلاحيات ما كانت بتلبي أمور السكان ولا طموحاتهم ولا آمالهم فهي مهمة هي هايها بالسطر الثالث مهمة أنه الصلاحيات اللي منحتها بريطانيا ما كانت تلبي طموح السكان وآمالهم فظهرت حالة من التذمر السياسي تمثلت بالمؤتمر الوطني الأول الذي انعقد في 25 تموز عام 1928 وبالرغم من محدودية هذه المعارضة إلا أنها عبرت عن إرادة مواطني الإمارة وفقا للقانون الأساسي في عام 1928 أصبح المجلس التشريعي مؤلف من 16 عضو بعد ما كان مؤلف من 12 عضو وراء قانون الانتخابات من حيث تمثيل فئات الجميعها ولذلك قسم شرق الأردن إلى أربع دوائر انتخابية أذكر الدوائر الانتخابية في إمارة شرق الأردن وهي البلقاء وعجلون والكرك ومعان على أن تنتخب دارة البلقاء ست عضوان بينهم اثنان احدهما من الشركس والآخر مسيحي هذه هي الدوائر الأربعة كيف تم تقسيمها كيف تم تقسيمها نجي هون اشترت القانون الأساسي في عام 1928 إنشاء مؤسسة تشريعية وهي تكون من مجلس واحد يسمى المجلس التشريعي كيف بتم انتخاب أعضاء المجلس التشريعي بتم على مرحلتين أول مرحلة السكان بنتخبوا مندوبين عنهم أو هاي المندوبين بنتخبوا بعدين بين بعض بعملوا على انتخابات بين بعض بترشيح اسماء ليصبحوا أعضاء في المجلس التشريعي وعلى هذا الأساس شكلت خمس مجالس تشريعية من فترة 1929 لألف وتسعمائة وسبعة واربعين مدة كل مجلس ثلاث سنوات إذا بتقسمهم راح يطلع في عنا خلل وحسا بنشوف هذا الخلل اللي كان موجود عنا اه طبعا اه ضمت ايش هاي المجالس التشريعية ضمت العشاءة الأردنية وشيوخها والمثقفين منها اول مجلس تشريعي بالسطر الاخير اول مجلس تشريعي حل قبل انتهاء مدة الدستورية هاي الخربطة اللي بتشوفها اذا بتقسم من الف وتسعمائة وسبعة واربعين ل الف وتسعمائة وتسعة وعشرين اي ما يقارب ثمانية وعشرين السنة المؤتمرات الوطنية اصبحت المعاهدة الاردنية البريطانية نقطة تحول مهمة في تاريخ الحياة السياسية في الاردن اذ ادت الى تزايد الحركة الوطنية المعارضة للانتداب البريطاني ليش؟ لانه خلص صارت الناس بيذها تستقل من الانتداب البريطاني والدعوة الى عقد مؤتمر عام يمثل البلاد كلها وينطق بلسانها اقد هذا المؤتمر وهو مؤتمر وطني تاريخي في مقهى حمدان في عام الف وتسعمية وثمانية وعشرين تحت عنوان المؤتمر الوطني الاول للشعب الاردني حضروا 150 مندوب من الزعماء والشيوخ والمفكرين والادباء وانتخبوا فيه احسان طراونة رئيسا للمؤتمر اذا حضروا 150 مندوب من الشيوخ والزعماء والمفكرين وانتخبوا مين؟ احسان طراونة رئيسا للمؤتمر فيه طبعا هذا البنود له هذا الميثاق عفوا له بنود ومن هاي البنود اذكر بنود ميثاق الوطني عام الف وتسعمية وثمانية وعشرين عنا خمس بنود اول بند وهي ان الامارة الاردنية دولة عربية مستقلة ذات سيادة بحدودها الطبيعية المعروفة اثنين لا يعترف او لا يعترف شرقي الاردن بمبدأ الانتداب الا بوصفه مساعدة فنية بس يعترفوا فيه كمساعد مش اكثر ثلاث يرفض الاردن كل تجنيد لا يكون صادر عن حكومة دستورية اذا ما بزبط ان يكون في عنا تجنيد لسكان بس ما لهم دولة فيجب ان يكون هناك حكومة دستورية لاجل وجود التجنيد رابعا يجب ان تكون الانتخابات حرة من كل تدخل خمسة يعد الاردن كل تشريع استثنائي لا يقوم على اساس العدل والمنفع العامة باطلا اخر شيء اه هنحكي عن الفترة التاريخية التي عقدت فيها المؤتمرات الوطنية من اهم هاي المراحل السياسية التي وضعت امارة شرق الاردن عن طريق استقلال بعد ذلك بوصفها رد فعل على المعاهد الاردنية البريطانية اللي حكينا عنها قبل هيك اذا رحبت سؤال عليها الفقرة ماذا عكست المؤتمرات الوطنية على الاردنيين في عهد الامارة عكست على اولا قدرة الاردنيين على مواجهة الاحداث السياسية التي تهدد الامارة اثنين وحدة الشعب والالتفاف حول القيادة الهاشمية ونمو الوعي السياسي لدى ابناء الاردن نهاية ما تكون خلصنا نص الدرد ان شاء الله نلقاكم في جزء ثاني في حسق ثاني يعطيكم العافية